غرق في الأزمات وجفاف في المياه وقلق من وراء الحدود هذا حال العراق مع الانخفاض المخيف في منسوب الأنهر بفعل قلة الأمطار وبناء السدود خلف الحدود لا سيما من جهة إيران نهر سيروان مثالا حيث ينبع النهر الذي يغذي سد دربا ديخان في السليمانية قبل أن يواصل مسيره إلى ديالة لكن مستواه الذي انخفض كثيرا أثر على الزراعة والإنتاج الكهربائي في العراق القائمون على سد دربا ديخان عزوا انخفاض منسوب المياه إلى قلة الإيرادات المائية من المصادر الرئيسة للسد وإنشاء سدود من الجانب الإيراني على روافد النهر وتحويل مجرى مضيحين أن معدل إيرادات السد السنوية تراجعت إلى 900 مليون متر مكعب بعد أن بلغت خلال السنوات السابقة 4 مليار و700 مليون متر مكعب الانخفاض وفق مدير سد دربا دخان تسبب بتقليل توليد الكهرباء بجسبة 30% مقارنة مع العام الماضي بالإضافة إلى تأثيرات كبيرة على الرقعة الزراعية في مناطق ديالة التي تعتمد على مياه السد هناك انخفاض واضح لمناسب المياه في سد دربا دخان وذلك بسبب قلة الأمطار وقلة الثلوج في مناطق حوض تغذية سد دربا دخان وكذلك بسبب إنشاء عدة سدود على المصادر الرئيسية خاصة النهر سيروان هناك فرق بين منسوب بحيرة دربا دخان لهذه السنة مع السنة الماضية بحدود 7 أمطار ونصف متر انخفاض واضح في منسوب مياه بحيرة دربا دخان هذا الخطر الذي يواجه العراق دفع وزارة الموارد المائية إلى تقديم طلب لوزارة الخارجية من أجل تقديم شكوا ضد إيران بسبب مخالفتها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود ملف المياه يشكل تحديا كبيرا في العراق الغني بالموارد النفطية لكن ثلث سكانه يعيشون تحت خط الفقر ويواجه موجات جفاف تزداد سوءا عاما بعد آخر